السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله أسعد الله مساءكم بكل خير حقيقة بادئ ببدء أهني نفسي وكل زملائي من الأساتذ الأفاضل الكرام وكل من انطوى تحت مضلة هذه المنصة بهذه الذكرة النيرة العطرة التي مضت وأخذت حوالي التماني سنوات متواصلات في جهود عطاء وبدل واسمح لي أن نبدأ بالحمد لله سبحانه وتعالى إذ نقول الحمد لله كالذي نقول وخير مما نقول الله ربنا الذي أحسن كل شيء صنعا فصار الكل بالعناية مشمول الله ربنا الذي قدر لكل موجود رزقه فكان ولزال الكل على جناح النعمة محمول الله ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه فحق أن يكون كل أمر إليه موكول الله ربنا الذي أوجد في كل أمر حكمة فجعلت كل عقول عباده منها في ذهول تبارك سبحانه وتعالى نحمده حمدا كثيرا يكون دائما بالتناء عليه موصول فنشهد أن سيدنا محمد عبد الله منه إلينا نبيا ورسول الذي أشرق على الوجود بنوره فإذا الكواكب والشبوس أفول الذي بعت بالحق حين العقول ظلام فأفاق الناس بعد ذهول الذي قالت فيه الأعراب والكهان بالضن فإذا هو بالحق وحيا يقول فاللهم صلِّ وسلِّم وبارك على الحبيب المصطفى وعلى فروع شجارته والأصول وعلى الصحب ومن تبع في كل وقت وحين عدد مواسح علم الله الكريم حقيقة بفضل الله سبحانه وتعالى مع هذه الاحتفالية المباركة لمضي ثماني سنوات من العمل المضني من كل من شارك وساهم وساعد من الأساتيد الأفاضل ذكور منهم أمئنات وبذلك حتى أن وصل عدد منتسبي هذه المنصة النيرة إلى مائة وتمانية عشر ألف بين عالما وخبير وباحث وهذا الجهد حقيقة لم يأتي هكذا إلا بسهر الليالي ممن أسسوا هذا العمل وأخص بالذكر هنا زميلي وصديقي الأستاذ الدكتور سيف السويدي وكل باقي الأساتيد من عملوا مجتهدين تنظيما وتجهيزا وتنقيحا لكل ما أعطي في هذه المنصة الطيبة المباركة من علوم ومعارف في مختلف أبواب وأصول العلوم وهذا ليس بالغريب على من هم في مثل مقامهم الرفيع حقيقة منصة أريد حين تأسست كهية ولزالت مؤسسة علمية مجانية غير الربحية والتي تعد بدورها أول منصة أول منصة عربية متخصصة ومختصة بالعلماء والباحثين العرب تكريما لهم في داخل الوطن العربي وخارجه وأيضا أنها أول مبادرة عربية فريدة من نوعها كان ولزال غرضها أن تخدم مجال البحث العلمي بمختلف أطراع طيافه وتشاعباته حيث افتتحت رسميا في أعرق جامعة حكومية بدولة ماليزيا وهي جامعة مالايا كان ذلك يوم الاثنين والذي وافق الخامس والعشرين من شهر أبريل 2016 هذه المنصة نشئت وأنشئت على فكرة لتحاكي الكمال في تلبية متطلبات العلم والباحث العربي خصوصا وغيره من الباحثين في العموم وهي مكرسة كل جهودها في خدمة العلم وأهله الكرام هذه المنصة حقيقة لها فضل لا ننكره علينا حتى نحن من اشتركنا سواء كان في مجلس إدارتها أو في الهيئة الاستجارية الموحدة لها أو هنا في بيت الخبرة حقيقة ما أعطيناها مثل ما أخذنا منها من علوم ومعارف استفدنا كثيرا باشتراكنا ومشاركاتنا قوعا في هذه المنصة حقيقة منصة أريد لازالت ونرى بذلك بإذن الله وبجهود كل من هم موجودين تحت مظلتها أن نرتقي بها حتى أن تصل العالمية لا لشيء إلا لنشر العلم والمعارف وتجديدها وتطويرها بما يحاكي ويتطلب عالمنا اليوم ولأبنائنا والأجيال القادمة في الغاب منصة أريد اسمحوا لي أن أدلي بهذه الكلمات في حق هذه المنصة نعم منصة أريد أريد كما سحب الخير تجوب الكون فلاءه تنبت سنابل النور في ربوع الأراضين تنيره منصة كما القمر تضيء دروب الباحثين دليله لأهل العلم والمعرفة والإبداع النيرة جامعه منبرا كما النجوب لطالبين ترياق المعارف هاديه بصدق توجه حازت دروة الشرف مبلغه منارة أرسة العلم وعرفت قدر أهله حرمته جهد النصح والحط بادلة للعلماء عطاء محتسبه صرحا بدى في بحور العلم للبناء إن جلت وجهته فصرنا بفضل حصابه نمير العلم من فيض نوره جزيل الشكر لحضاراتكم ومبارك لنا ولكم وكل عام وأنتم بخير شكرا جزيلا دكتور أحمن